عودة إلى أجواء الحرب الباردة وسباق التسلح بين الشرق والغرب حلف شمال الأطلسي الناتو يحذر روسيا من خطوات تقوم بها وصفها بالمتهورة ويتعهد بتطوير دفاعاته للتصدي للانتهاك الصريح من جانب موسكو للمعاهدة السوفيتية الأمريكية بشأن نزع الأسلحة النووية متوسطة المدى تصعيد أطلسي يأتي إثر إعلان كل من بريطانيا وهولندا إحباط عمليات قرصنة إلكترونية ومحاولات اختراق قامت بها الاستخبارات العسكرية الروسية في شهر أبريل الماضي مستهدفة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأمر الذي وصفه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس بالأفعال المتهورة والسلوك غير المسؤول من جانب موسكو وفي السياق ذاته أعلنت القوى الأوروبية تجديد العقوبات ضد روسيا فيما بدى تعقيبا على اتهامات وجهها تقرير بريطاني إلى موسكو بالمسؤولية عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مصالح غربية مؤكدا مسؤولية المخابرات الروسية عن عدد من الهجمات الإلكترونية التي شهدتها دول العالم في السنوات الأخيرة من بينها اختراق الحزب الديمقراطي الأمريكي خلال انتخابات الرئاسة عام 2016 والذي مهد إلى تفجير أزمة التدخل الروسي المفترض في توجيه نتيجة تلك الانتخابات كما اتهمت تقرير البريطاني روسيا بالوقوف خلف الهجوم الإلكتروني الذي ضرب أنظمة مطار أوديسا في أوكرانيا واخترق قاعدة بيانات الوكالة العالمية لمكافحة طعاط المنشطات في سويسرا ما يعكس حسب وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت رغبة روسية في تجاهل القانون الدولي واعتقادها في القدرة على الإفلات من العقاب وبينما نفت وزارة الخارجية الروسية لاتهامات الأوروبية بشأن الهجمات السبيرانية وصفة إياها بالعمل الدعائي الموجه ضد مصالحها حذرت موسكو من أن هذه الحملة المناهضة لها من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية هو صراع يتجدد بين روسيا والنيتو صراع لا يتوقف عند الهجمات الإلكترونية وإن كانت تمثل عنوانا لهذه المرحلة منه غير أن البرامج الصاروخية المتطورة وخطط كل طرف للتمدد على حساب الطرف الآخر ربما تكون العنوان الأبرز لتلك الحرب الباردة إن ظلت كذلك